أكد كابتن سايد أنه الأهلي هيلعب أنه فيه ناس كانت بتتكلم أنه نريح العناصر الأساسية عشان مواجهة سانداونز لكن كابتن سايد قال ما فيش الكلام ده الأهلي هيلعب قدام بيراميدز بالقوة الضربة للفريق رغم ارتباطه طبعا بمواجهة صعبة جدا ومهمة جدا وبعيدة كل البعد بتتكلم على رحلة سفر طويلة جدا في حد ذاتها واحدة من أهم عوامل الإجهاد اللي هتواجه الفريق في الفترة اللي جاية لكن قال إنه مواجهة بيراميدز مهمة جدا رغم إنها ليست فصلة زي ما أكد كابتن سايد وقال يمكن أكتر حاجة بتعني منها الفريق حلان هالغيابات في المراكز الدفاعية المؤسرة أنت عندك ثلاث لعيبة كانوا أساسيين على فكرة الموسم اللي فات بدر بنون ياسر إبراهيم آيمن أشرف التلاثة غيبين وإن شاء الله رجوحهم يدي قوة أكبر لدفاع النادي الأهلي اللي بيعاني دفاعي يعني خلينا نبقى متفقين في معاناة دفاعية إزاي تبقى متقدم اتنين وتستقبل اتنين وإزاي تبقى بتلعب على أرضك وتتغلب واحد صفر كل ده بيقول أو بيلخص إنه مشاكل أهلي الدفاعية محتاجة حلول سريعة جدا وحتاجة تركيز ومحتاجة جدية أكبر من نجمنا اللي موجودين في فريق الأهلي حاليا اشتركوا في القناة